بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدا أحسن حاجة بتكون يوم السبت إن احنا بنتكلم عن أصحاب السعادة أصحاب السعادة هم المقبلين على الزواج وكمان المقبلين على تجديد الحياة الزوجية وإحنا زي ما انتوا عارفين احنا ماشيين في رحلة اسمها رحلة التمهير الزواجي إن احنا بنحاول بقدر الإمكان نقدم معنى جديد وهو معنى المهارات الزواجية بنقدم حزمة كبيرة جدا جدا من المهارات الزواجية عشان نساعد المقبلين على الزواج ونساعد كمان المقبلين على تجديد الزواج إن هم يكونوا لديهم المقنة اللي ممكن يفتحوا أبواب السعادة الزوجية بمفاتيح كتيرة ومتعددة احنا نتكلم النهاردة عن مهارة مهمة جدا 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 المهارة دي لما بيفتقدها الأزواج أنا دايما بحبش تكلم عن الافتقدها لكن المهارة دي لما بيبتلكها الأزواج بيفتحوا أبواب كتيرة من أبواب السعادة ويبقوا حاسين إنهم من أول يوم جهزين للنضوط ومن أول يوم جهزين للترقي يعني هم جهزين إنهم يبقوا في حالة أفضل طول ما هم ماشيين في حياتهم الزوجية فالنهاردة المهارة دي مهمة جدا إن احنا نتقنها في بداية الزواج بالذات إن احنا في بداية الزواج لازم نتقنها لأن بعض الأمور في بداية الزواج لو تحددت ياه بتخلي الزواج ده في غاية الراحة وبتجلب التفاهم ومن أهم أبواب تحقيق قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة المهارة دي هنتكلم النهاردة عن مهارة اسمها تعالى نتفق يعني إيه تعالى نتفق؟ يعني دي مهارة تحديد المعايير الزواجية يعني إيه تحديد المعايير الزواجية؟ بنقصد إن إحنا نتفق على جملة من الأشياء اللي تمثل مرجع لينا اللي إحنا عن نرجع لها وعندير بيها حياتنا وعلاقتنا كأزواج وعتنظم بيتنا وبيها نتجنب الخلاف إن هو يطول أو نسيء التعامل معاه إيه دا؟ يعني وكأن مسألة تحديد المعايير الزواجية إن إحنا عنحدد جملة من المعاني وجملة من الإجراءات وجملة من الضغابط اللي هتخلينا نمشي بسرعة في الجواز ونتحرك من غير ما نتكعبل وفي نفس الوقت نبقى مطبعين على بعض وفي نفس الوقت نبقى مفاهمين بعض وعشان كده من قديم الأزن فهم الناس إن الجواز حياة جديدة تختلف عن الحياة مع الأهل فمثلاً دا اللي أنا بقوله دا مش عشان كلام نقوله ككلام خطابي أنا أقولي الكلام اللي أنا أقوله دا عشان دا كلام واحدة فهمة القصة فهمة يعني إيه معايير زواجية فهمة يعني إيه إن الناس جايين من بيت إلى بيت آخر مشكلتنا في الحقيقة بتبقى في أول الجوازة هو الاختلاف على المعايير أنا المعايير هي اللي أنا تربيت عليه في بيتنا والمعايير اللي أنت تربيت عليه في بيتكم فجدت وصيت امرأة فصيحة من من فصيحات العرب وهي أمامة بنت الحارس الشايباني قالت لبنتها أم إياس لما زفت إلى عمر ابن حجر أمير كندة أمير كندة فقالت لها نسمع برواء كده بتقول لها إيه أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجتي وخلفت العشة الذي فيه درجتي إلى وكر لم تعرفيه وكر يعني بيت وعش ما تعرفهوش وقرين لم تألفيه اللي هو جوزة يعني فاحفظي له خصالا عشرة يعني إيه اعرفي عن جوزك عشر خصال يأكل لك زخرة يبقى سند وظهر ليك إذا عرفت الحاجات دي أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة يعني إيه اللي حاصل خليك هدية ولما يقول اسمعي وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينيه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح طبعا الجالة وهم قاعدين يسمعوا يا سلام وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه فإن تواتر الجوع ملهبة يعني الجوع لما يجب على بعضه كده يولع الرجل يخلي الرجل ويقدر سيقعد وتنغيص النوم مغضبة لما ينيجي العيال تتنطط كده وانت تعود ترزعي وتخبطي وتمسك المكنسة وهو نايم يبقى لا على حام ولا على بارد وأما السابع والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء بحشمه وعياله وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير يعني إيه اللي حاصل في ماله إيه اللي حاصل أدري الحاجات عشان تبقي محافظة على ماله وفي العيال دبري أحوالهم ونظميها ورتبيها وأما التاسعة والعاشرة فلا تحصين له أمرا ولا تفشين له سرا فإنك إن خالفت أمره أو غرد صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره ثم إياك والفرحة بين يديه إن كان مهتمة ما يجيش وهو عليه هم الدنيا تعوضي تتحكي وتهزاري ومعرفش إيه ولا أكني فيه أي حاجة يحس كده أنه هو ما يسويش أي حاجة عندك والحاجة الثانية والكآبة لأنه بتقول إياك والكآبة بين يديه إن كان فرحة هو فرحان وإنت إيه وشك مبوز وإيه العاز وإلا كأنه فيه حاجة فيه قتيلة قتل اللي أنا قلته ده إيه اللي أنا قلته ده أم بتعلم بنتها شوية معايير شوية ضوابط شوية أصول عارفين ولاده الأصول في الجواز بيجو منين من الاتفاق على المعايير هو يقولك ده بنت أصول وابن أصول إنهم اتفقين على المعايير فتلاقي خلافهم وتلاقيهم معاديين وتلاقي محد تسمع لهم صوت وتلاقيهم بيحبوا بعض وتلاقي خلافهم قريب ده كله ليه؟ عشان بيتفقين على المعايير برضو زوجة شراح القاضي ريلة زفافها بقى ودي بقى حكيمة قوي وأنا طبعاً أشرة مع شراح القاضي شراح القاضي كان موضوع رسالتي في الماجستير فالنص ده أنا أعدت معه كتير والكلام ده أعدت معه كتير فشراح القاضي دي وزوجته كان اسمها زينب أول ما جاي تجوزها جاي أول ما اتقفل عليهم البات فجاي سألت له على رسلك ورح أملت إيبه؟ قارت الحمد لله أحمده هو أستعينه هو أصلي على محمد وآله إني امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب أن آتيه فآتيه وما تكره فأتركه قال شراح شراح باب يقول للشعبي يقوله وألجأتني إلى الخطبة يا شعبي فقال لي إني أحب كذا وكذا 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 وأكره كذا وكذا وما رأيتي من حسنة فانشريها وما رأيتي من سيئة فاستريها فقالت فقالت له إيبه؟ فقالت لي كيف محبتك لزيارة أهلي؟ فقلت إني أحب أن ألا يملني أصهاري يعني ما بحبش إيه؟ كتر الزيارات اللي هتخليهم أنا ملهم هم يملوني مبلاش الزيارات اللي باستمرار فقالت فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له ومن تكره فأكرهه فقلت بني فلان قوم صالحون وبني فلان قوم صالحون فأذني لهم وأما بني فلان وبني فلان فقوم سوء فلا تأذني لهم قال شريح فما كست معي تلك المرأة اللي هي زانب دي عشرين عاما لم أعقب عليها في شيء إلا مرة واحدة وكنت فيها مخطئا ثم ماتت رحمها الله المرة دي أنا فاكرها عارفيني المرة دي كان إيه؟ أدن أدن الصلاة الفجر وهو لقى عربة جاية فهو عشان يلحق الصلاة رح جاي بالقدر ورح حطه على العقرب وقال لا ما تشريش القدر لغاية مارجع طب هو مش يقول لها إن بقى تحت القدر ده وتفي عقربة فرفعت فرفعت القدر فلا ده غدها العقرب فبيقول إيه؟ وهو عشان كده كان يسمعها زينب يقول رأيته الرجال اللي يطربون النساءهم شلت يميني حين أضربوا زينبا كان بيحبها جدا دي المرة اللي كان فيها خلفة أمره وإيه اللي حاصل وهو اللي كان فيها مخطئ عشرين سن يبقى قبل ما نروح بقى للخطوات اللي احنا محتاجينها للمهارة دي محتاجين نعرف إيه هي المجالات اللي هنحط لها معايير نمشي عليها في الجواز فعندنا مثلا المجال الاجتماعي اللي هاتكلمت عنه زوجة شراح القاضي وكمان اتكلمت عنه كمان أم أم إياس اللي بتقول إيه؟ اللي هو خاص بالعلاقات وإزاي ندير علاقاتنا بالآخرين فنتفق نتفق على كل ما يخص الحدود ترسيم الحدود بالله عليكم احفظوا المفهوم ده مفهوم ترسيم الحدود لهذه الأسرة وهذا البيت الجديد ترسيم الحدود في التعامل مع من هم خارج الأسرة فنتفق على الزيارات العائلية هتبقى كل قد إيه وما وعدها والعلاقات مع الجيران والأصدقاء مين يدخل البيت ومين ما يدخلش هندفع هداية ولا مش هندفع هداية هندفع هداية قد إيه هندفع هداية مقابل الهداية اللي بتجينا بالزيادة عنها ولا بنقص عنها كل الكلام ده مهمة قوي 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 في المجال الاقتصادي بقى لازم نعرف قعدة معانا ما نبخلش إيه اللي حاصل بس معاناش ما نستلفش يبقى نتفق على ده نتفق على أوجه الصرف يعني إيه معانا ما نبخلش مدام معانا ما نضيقش على نفسنا بس برضو معنى ان احنا ما نضيقش عن نفسه ان احنا هنستثمر كمان وان احنا هنتدخر لكن معناش ما نبخلش وفي نفس الوقت ايه اللي حاصل واحنا بنتكلم عن جيب المواد الغذائية ايه وان ملابسة نعمل ايه والفسح والمصاريف وكمان حاجة مهمة جدا جدا نخلف كم طفل عشان نقدر نصرف عليهم وربيهم ولازم اطفال ما يزدوش عشان لازم نعمل الكلام دوت عشان ما نفتنشي ولادنا ولازم نخلي بالنا من مسألة التنظيم ولازم التباعد ما بين الاولاد كل ده لازم نتفق عليه وحاجة مهمة او 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 مجال بقى القيم والاخلاق وده ملف مشترك ما بين الزوجين فمين هيبقى عنده اختيار اختيار الشركة الحياة لازم احنا بنختار شركة الحياة بنختارها بناء على القيم والاخلاق فكمان محتاجين نشوف طريقة تطبيق القيم والاخلاق بتاعتنا هتكون ازاي عشان تكون مناسبة لشريك حياتي فمسلا زوجها راجل جدع وعنده مروقة وبيساعد الناس فده شيء جميل حلو قوي لكن هو نفسه لازم يرعى ان هو يبقى جدع ويتسند عليه واول ناس يتسند عليهم اهل بيته مش يبقى جدعانته ولكن زاك الرسول الله سلم قال ايه خيركم خيركم لأهلي يبقى عندنا المعايير دي في الغالب بناخدها من جمال جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطبقها بشكل يتناسب مع حياتنا اللي احنا بنعيشها ونعيش فيها حياة النبي مش عصر النبي عنايش حياة النبي والزوجة برضو لو ست تأمينة وبتحترم خصوصيات الناس ومع جوزة ما تجيبش سيرة سيرة اي حاجة حد حكيها لها ولا كلام عن اختها ولا كلام عن امها بس هي برضو تأمين خصوصياته مش كل حاجة يحكيها لها يبصي ليها عند امها وعند اختها فلو فيه خلل في تطبيق القيم محتاجين نتفاهم في المسألة دي حاجة مهمة كمان من المجالات اللي احنا محتاجين نتفق عليها مجال العمل بين الزوجين محتاجين نتفق على العمل كل واحد فينا وهنشتغل قد ايه عشان يكاف في البيت ويكون عند وقت يقضي مع شريك وحياته قد ايه ونتفق ان الزوجة لما بتعمل وبتساعد في البيت ده ده فضل منها ده مش واجب عليها ونتفق ازاي ما تأثرش في البيت ونتفق ازاي نساعدها ونتفق ازاي نقدر بعض واحنا بنشارك في البيت وازاي هنشارك في المصاري في البيت كل ده لازم نتكلم فيه ونعرف والزوج يعرف ان الزوجة لما بتساعد في البيت بتساعد في البيت وهي ده من قبيل ولا تنسوا الفضل بينكم ده فضل فلازم يؤقدر ده مجال تاني لازم لازم نتفق عليه ونحط له شوية قواعد كده ونبادئ مجال التربية ازاي هنربي الاولاد ومين مسؤول عن ملفات زي التعليم والصحة والرياضة وهناخد القرارات دي ازاي اللي بتخص ده مجال الخامس او السادس مجال التطوير مجال التطوير الحياتي زي مثلا انفاق على تغيير محل السكن لمكان افضل واوسع وهلع نستثمر اموالنا في شيء يعود علينا بعائد مدي كل شهر ولا يساعدنا في مصاريف الحياة عشان عشان نقدر نعمل بقى كل ده الملفات دي ملفات مهمة فمحتاجة احدى ولزاك دايما بقول ايه لازم الزكين كل يوم يعودوا مع بعض ويتكلموا في المستقبل والسعادة مفيش اكتر من الملفات دي ممكن نقعد ونتكلم عليها هنتكلم عليها قبل الجواز وانتكلم عليها في الجواز كمان طب نعمل ايه عشان المهارة دي مهارة ان احنا نحدد المعايير دي تبقى موجودة عندنا اول حاجة الكلام ده نتفق احنا عايزين ايه من الجواز اللي احنا بنسميه ايه وضع الهدف الزواجية المشترك يعني لازم نحدد احنا عاوزين نوصل لايه من خلال الزواج ويكون ده هدف مشترك بنا وكأن الرسول لا اشار الى ذلك لما قال تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها ولدينها فاظفر لذات الدين تربت يدك فاللي حاصل لازم احنا نكون عندنا احنا لماذا نتزوج ويكون هدفنا واضح ففي حد عايز من الجواز مثلا السكن والهدوء والانس وما نفهمش ان الرجال بس اللي عايزين كده فيه ستات كتيرة عايزة تتجوز وكده والبيت يبقى هادي ما يبقاش فيه ضجيج ما يبقاش فيه خلافات كتير وفي نفس الوقت عايزين التطوير والتقدم وفي حد بيبقى منجوز عايز خلاص انا كنت عازب وكانت حياتي كده عايز لما اتجوز بقى الاقي حياتي فيها حاجات جديدة ولاقي نفسي منطلق في النجاح ولاقي نفسي حياتي بتتقدم وحد عايز يستثمر في الاولاد عايز يخلف اولاد ويربي ويبقى اب فاضل وام فاضلة كل دي اهداف زواجية على فكرة فلازم نتفق عليها لان اتفاقنا على الاهداف دي هو اللي هيخلينا نقرب مع بعض ونفهم من بعض تاني حاجة عشان نقدر نكون عندنا قدرة على صناعة المعايير دي مع بعض والاتفاق عليها وتحددها التفاهم والحوار ودي خطوة مهمة التفاهم والحوار ده يا سيدي اكسوجين للبيت كل ما بيزيد التفاهم والحوار كل ما النفس يبقى سهل وكل ما الواحد يبقى عنده قدرة على انه ينطلق في الحياة الزوجية ويعيش براحة وعشان نقدر نوصل لحلول مشتركة ترضي الطرفين فالهدف من الحوار هو الوصول للمشترك ولو ما قدرناش نوصل لشيء مشترك فده شيء وارد ولكن لازم نحاول نراعي بعض واللي يقدر يتغاضى يعمل كده وعلى شريك حياته انه يقدر تغاضيه ويمتنله انه هو فوت وعدى والمعاملة تكون برضو بالفضل هو يمتني إليه لما برضو يتجاوز ويتغاضى عن أشياء أخرى ويفضل البيت كده ماشي بالفضل الحاجة التالتة الوضوح والصدق لازم يكون واضحين وصدقين كل ما كان الزوجين واضحين وصدقين في المعاملة مع بعض كل ما ده سهل الحياة بينهم وسهل انهم يتفقوا على المعاية وسهل انهم يقدروا يديروا حياتهم ويعيشوا في حياة من أسعد ما يكون وده مهم جدا جدا يا ما شفنا أزواج وزوجات إيه اللي حاصل صدقين ما فيش تقول أنا مريحني أو ان هو واضح ويقول أنا زوجتي الحمد لله ما عندناش خلاف لان ما فيش حاجة بيننا بتتراكم ولا بتتشال يا سلام يعيشوا في حياة سعيدة رابع حاجة لازم نعملها عشان تبقى المهارة دي عندنا التعاون في تحقيق أهدفنا كل واحد مننا لازم يكون متعاون مع شريك حياته مش تحكم عليه قد إيه هو ماشي بالمعايير وتلومه وزا كانوا هما مش ماشي على المعايير وتنتقده وتنظر عليه فالمعايير دي جاي عشان تسهل علينا الحياة مش يجي واحد بقى احنا مش قلنا ان انت الحاجات دي انت مسؤول ان انت تعمل تودي الأولاد لمعاملتش كده ليه لقى احنا انا سعدك في كذا كذا انا عارف ان انا كنت مسؤول كده وانا بعتذر مش هعمل كده يعني بعد كده هبقى امرعي عشان بس ما تقلش عليك شايف الفرق ما بين الموقفين طب ده ايه سبب الموقف التاني ده وتجميل اللي فيه اعتذار ببساطة خالص حس ان هو بيساعده ومش حس ان هو حطه فرقنه بيقدبه خامس حاجة لازم عندنا مرجعية برانة لما نحس ان احنا عندنا خلاف مش قادرين نحله لازم نختار مرجع نرتح ليه وقت الخلاف عم خالة مستشار أسري من الاشياء المهمة جدا ان احنا كأزواج يكون عندنا مرجعية خارجية نحتكم لها وقت الخلاف والمرجعية دي ممكن تكون مصادر بنتعلم منها مثلا كتب يبقى عندنا كتب دورية بنقرأ فيها في مجالات كتيرة ولما كانش عندنا فرصة ان احنا نقرأ ايه اللي حاصل اعداد بنعودها مع اصحاب الحكمة واصحاب النور واللي بيخافوا على مصالحنا واللي بي دايما بيحبوا ان احنا نبقى احسن نقعد معاهم ونتعلم ودولا لنبقى حارصين ان زياراتنا ليهم تكون دورية عشان كل ما نعيش معاهم كل ما نزداد حكمة ونزداد وعي ونعرف ناس كتيرة صحيح مش متعلمين وصحيح ما بيقروش لكن الناس دولة الحكماء العقلاء المحبين ليهم كل ما بيروحوا لهم بيرجعوا وكأنهم لسه مبتدين الجواز المرجع ده بيبقى مهم جدا جدا في حياتنا احنا لو حددنا مهيير للزواجية عشنا في هنا عشنا في سعادة لان ساعتها لا نكون مشتتتين ولا نكون مغيبين ولا نكون حسين بان احنا مش عارفين نعمل ايه فوساعتها مش هنجرب في بعض وساعتها مش هنقذي بعض لأ ساعتنا كل واحد فينا هيبقى فعلا كل واحد فينا سند للتاني وساعتها بيبقى فعلا احنا زي الجسد الواحد لما بنكونش متفقين على المعايير كل واحد بيمشي في حتة فنتمزق لكن لما نكون احنا متفقين بنحس ان احنا عندنا مليون طاقة عندنا مليون حياة عندنا مدد من ربنا سبحانه وتعالى عارفين الاتفاق على المعايير من اعظم تجليات وجعل بينكم مؤدة ورحمة يا رب جعلنا من اصحاب هذه الموادة واصحاب هذه الرحمة بان احنا نكون متفقين على المعايير فيكون حياتنا فيها حسن تدبير وكمان نزوق حلاوة التيسير من الرب العزيز القدير يا رب جعلنا دايما من اهل عزيز المهارة واجعل حياتنا يسرا وسعادة يا رب العالمين فاصل ونرجع لحضراتكم نتلقى اسئلتكم مباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم مباركة ونخصص لها وقت عشان نجيب عليها وتعالوا ناخد اول اتصال من الاستاذ محمد من الاليوبية يا استاذ محمد اتفضل يا استاذ محمد عمل يا دكتور فضل ونعمة الحمد لله حد يسمع صوتك وإن لو يبقى كويس رب الله يخلي حبيبك بقولك انا عندي سعيني يا فندم بس اتفضل اول سؤال اخوه هي بقوله عن العائل خطة ايه يخش الجنة ومين هيخش النار فقول لي انت من ناس هتخش النار هو بيقولك كده اه بقوله عن العائل خطة ومين يخش الجنة ومين يخش النار انت من ناس هتخش النار ده اول سعيني طيب ما عليش هو بيقول ده بس ولا بيقول حاجات تانية يعني هو مثلا بيقول ان هو المهد منتظر مثلا لا اه ماشي ما رب ده انا وبيبس وابس حين موشان وبيصلي بقول انا من العائل خطة ومين يخش الجنة ومين يخش النار بقول لي انت يا حسول بقول لي فضلتك بقول لي انت يا اخويا انت ان الناس هتخش النار عشان انت منافر ببستان انا ما صليت بقى معنك هتخش النار طيب ما عليش السؤال التاني السؤال التاني انا عايز وقت مطلقونك عشان تحقله الشبابة تاني حاضر حاضر يا سيد حاضر يا سيد محمد اول حاجة ما حدش معاه الختم خالص ولا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان هو المع الختم لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عنده شفاعة باب يا وامي صلى الله عليه وسلم ادخال الناس الجنة وإدخال الناس النار هذا بيد الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحد الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أني تغمداً له برحمتي مر السحابة عملوا حركة كذا زي ما عمل أخونا ده فقال وحاجة أقل بكتير فهو قاله إيه حقيقنا على الله أن يدخل هذا الرجل الجنة حقيقنا على الله أن يدخل هذا النار فنادى المنادي من الذي يتألأ عليه فشهدوا يا ملائكتي أني أدخلت هذا الجنة وأدخلت هذا النار فبلاش الطريقة دي يعني الطريقة فيها تعدي على الله والعاذ بالله تعدي على ما الله سبحانه وتعالى اختص به نفسه الله سبحانه وتعالى هو الذي يدخل الناس الجنة ويدخل للناس النار ولم يجعل لهذا ولم يجعل لأحد ختما يدخل هذا الجنة ويدخل هذا النار هذا عبس هذا ولا أعاذه بالله فسوق هذا فجور أن حد يقول أنه معا الخط اللي بيدخل دا الجنة ودخل دا النار هذا فجور فده حرام ده حرام لا يجوز وهذا أي حد يقول الكلام دا فهذا كلام من العبس وهذا كلام من التألي على الله أديه الحاجة الحاجة التانية إن شاء الله يدر حضركم التلفون التلفوني في كنتروله إن شاء الله أتشرف في اتصال حضرتك يا أستاذ محمد نعم أستاذ عواطف تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام عليكم أستاذ عواطف تفضلي أزاك يا فضل في الشيخ فضل ونعمة الحمد لله ربنا يزيدك من نعيم الله يا رب يا رب يا رب عايزة أخذ رأيي حضرتك أسأل حضرتك سؤال يعني تفضلي عندي سؤال عن توم تفضلي أنا بنتي كانت متجوزة تمام وبعدين اللهم مصلع النبي راح اتطلقت من جد تمام نعم قاعد عندي بقالها سنتين ومعها طفلة نعم تمام نعم فلسه لسه متطلقة بقالها بقالها دلوقتي سنتين احنا قلنا متطلقة بقالها سنتين وقاعد عندك بقالها سنتين لا ولا هي اتطلقت لسه عم نول وكانت لكن هي قاعدة عنك بقالها سنتين غضبانة عنتك بقالها سنتين لا هي غضبانة عندي بقالها سنتين لسه متطلقة بقالها خمس تيام كده طيب فين السؤال بقى فالسؤال يعني لو حد تقدمي لها قدمي لها ايه ده لسه في العدة هي متطلقة طلقة ايه اه متطلقة بس طلقة خلح طلقة خلح اه لسه ما ينفعش غلا ما تنتهي عدتها ماينفعش الطلاقة لغا لما تنتقى عدتها طيب السؤال العدة كم شهر بالنسبة لل مش بالشهر بالحيضات تلت حيضات تلت حيضات؟ اه بعد الطلاق بتلت حيضات بعد صدور الخلع ده نبتدي نعدي تلت حيضات تمام وهي مستأمنة على ده هي مستأمنة على ده يعني هي أمينة على ده ماينفعش تخالف في ده خالص ماشي؟ طيب طيب البنت دلوقتي مش بصرفلها نفأ ولا بصرفلها حاجة خالص بقالها تلت الوقتي البنت تمت تلت سنين عندنا ومش بصرفلها حاجة خالص طبعا لها نفأ فاحنا اللي مش عارفين ناخد منهم نفأ وهي أبوها متوفي وانا معاشي على قد ومش عارفين خلاص نطلب منه نطلب منه الناس الناس ولاد الحلال والناس الكبار يقولون تواجب عليك النفأ ما دفعش النفأ خلاص خلاص يبقى ان شاء الله يبقى قاضي المسلمين عيحكم لكم ان شاء الله بالنفا ان شاء الله ربنا ان شاء الله يكتب لكم الخير ويحفظ بنته ويحفظ بنت حضرتك ويحفظ حفدتك وان شاء الله يعيشوا في حالة فيها سلام وامان وخير وبركة رب أستاذ محمد يتفضل أيها السلام عليكم وعليكم السلام وراح تطلعوا بركاته أستاذ محمد الفضل ونعم الحمد لله والله أنا عصدف طرعا حاجة بس بعد ذلك صدق. صدق. عندي اخو المدائم كان معاه ثلاث ولاد. مم. ولدين وبيت. مم. وكان متجوز واحدة طبعا من السعيد. من الارياف ومنصة من السعيد. طيب. وحصل خلافه جيهم قاعدوا في اسكندرية شوية. مم. وسبل اه هي طبعا مع العيشة وكلام من ده ما عرفتش تعيش. مم. خدت العيال في الشارع ورحت راميهم ومشت. طبعا احنا صلحنا الموضوع وكلام من ده وجبناها تاني وروحنا لأهلها وكده. وجبناها تعيش معنا تاني برضو. مم. قالت لك انا مش عارفة عيش في اسكندرية انا عاد عايش في السعيد. ماشي. خجلها برضا ساكن عنده في السعيد هناك. مم. ونفس القصة اللي عملتها في اسكندرية عملتها هناك برضو. مم. يعني رامت عيالها. التلاتة يعني اتنين توقم. كان عندهم كل واحد سنة. والتاني عنده سنتين. طبعا انا مرتي كانت في السعيد. اما قعدت في السعيد حضرتك. آآ قالت لك انا هجيب البيت معي عشان ما فيش حد حي ربيها وهنا. قلت لها تيها. البيت دلوقتي عندي في اسكندرية بقالها خمس سنين معايا وهي عندها سنة. ودخلتها المدرسة هنا وزبطتها. وعايش معايا ومفيش اي مشاكل الحمد لله رب العالمين. بس هو مع اختلاف مع زوجته مع زوجته مع زوجته مع زوجته. فين السؤال? السؤال حضرتك انا حرام لانا بربيها دلوقتي. يعني حرام لانا اخذها وبربيها وبراعيها. عندي. مش ابوها مش ابوها موافق على دا واموها متخلية. اسمعني بس اسمعني يا استاذ محمد. فضل يا فضل. مش ابوها موافق على تربية تكليها واموها متخلية عنها? ايه فضل. هما الاتنين غلطانين وايتحسبوا امام الله. انا انا عليه زنب. اسمع بس يا حاج محمد بس. فضل. انت معليكش زنب خلاص ازا كان دا سؤالك فأنت معلكش زمد لكن هم مقصرين ومضيعين بنتهم فإذا كانت أنت بتسهل لهم الكلام ده بمعنى إيه اللي أنت بتسهل لهم الكلام ده يعني أنت لما هم بيطلبوها عشان يربوها بتقول لهم لا سيبوها عندي ده أنا تعلقتي بها وكلا لا 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 العاز يجي يشوفها يشوفها لا مش من أحد لا مش مسألة اللي عاز يجي يشوفها يشوفها أنت لازم تكلموا منهم يتقوا الله سبحانه وتعالى ويربوا بنتهم ويربوا بنتهم بينهم أنت عندك أولاد يا حج محمد عندي أربعة كويس فأنت دلوقتي البنت دي الأفضل أن هي تتربى ما بين أبوها وإمها والمثال مش أنك أنت تقول لي الفتوى هو ده حلال ولا حرام فأقول لك لا مش حرام عليك أن أنت تربى حد بالعكس أنت راجر بطل ربنا يجعله في ميزان حسناتك لكن أنا لازم أقول لأبوها وإمها اتقوا الله أن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول هتقول لي هما دلوقتي هي تربية لها ضياع أكيد تربيةك لها أخف الضررين لكن لكن هما الطبيعي أن البنت تتربى ما بين أبوها وإمها لنحن الأطفال اللي هما كريم النسب بنوجد لهم أسرة في الأسر الكافلة عشان الأولاد الطبيعي أن هما يتربوا في أسرتهم بين أبوهم وأمهم فلازم يبقوا في أسرة هما دلوقتي البنت عندك دلوقتي دم في حالة استثنائية لأن أبوهم ما عايشين أنت متفكر يعني هي آه ممكن تحبك وممكن تحترمك أنت وزوجتك لكن أكيد هتكون عندها حقد وضيق وعندها غضب من أبوهم أمها أن هما تخلوا عنها فإحنا ما بنشجعش الأباء والأمهات أن هما يتخلوا عن أولادهم ده يبقى حرام التخلي عن الأولاد حرام وكبيرة فلازم نتق الله ليه كبيرة حضرت النبي قال إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول وأن تضيع المرأة من تعول فأنت حرام عليكم أيها الأب والأم حرام عليكم أما أنت حاج محمد ربنا يبارك لك وربنا يجعله في ميزان حسناتك بس كمان عشان تكمل جميلك فوق الأب والأم دولا أن هما يروحوا ويضموا بنتهم إليهم ويتقوا الله سبحانه وتعالى فيها نعم أستاذة جيهان تتفضل أستاذة جيهان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذناء حضرتك يا فضلت الشيخ فضل ونعم الحمد لله الحمد لله والله أنا كان عندي بنت مجوزاها ونصيبها يعني الحمد لله كل واحد بياخد نصيبه جوزت واحد متجوز وعنده بنت طيب فهو لما جيت قدم قال أنا جوزت وماليش نصيب وطلقت مراته وبنتي مع أمها ماليش أي علاقة بيها فإحنا وافقنا على هذا الأساس طيب جي لما اتجوز بقى كل شهر يجيب بنته ويرح عند إيه عند والدته ويقعد معاه ثلاث تيام قلنا إيه الوضع ده يعني من أولها كده كان مهم بقى البنت إيه يعني قلت لها معلش يا بنته وحاول تأقليم نفسك وكده عنعمل إيه خلاص تحطينا في الأمر الواقع طيب المهمة كل شوية بقى عاوز أجيب البنت دي بنتي خلفت بنت عاوز يعرف دي على دي يحصل مشاكل البنت يعني ربنا يسامحني كأنها واحدة متطلقة بنت الزغيرة ثالثة بتدائي بنته اللي هي من القديمة فطبعا بنتي مش متقبلة مش قادرة تأقلم نفسها في الوجه اللي هي فيه كل شهر بيجيبها تلات تيام ويدي لأمه مصروف ويديها تجيب أكله ويبقى عايشين عشقته ويسيب بنتي في بيتها مع بنتها طبعا قعدة وقفل على نصها ومخصوقة فين سؤالك فين سؤالك يا حاجة جيان أنا ثلاث سنين دلوقتي عايشة في المرار دا ثلاث سنين عايشة في المرار فين سؤالك فين سؤالك هي مش قادرة تقبل الوضع دوت اللي هو ايه الوضع يا حاجة جيان اللي هي اللي هي يعني كل شهر ثلاث تيام مع بنتها ومشاكل بيستمرار وبعدين كان هي مدرسة بنتي عادة من الشغل هو يعني هقول ايه بخيل جدا بخيل جدا 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 فهي مش قادرة على قلة الفلوس يا كاتو مشاء الله مدرسة وقفش ماشي في ايديها دلوقتي مش قادرة تعيش معاها بسبب اخله وبسبب المشاكل بسبب بنته طيب واهل جزها كمان يعني ما بيسألوش عليها خالص معاين مصافة قريبة بينهم وبين بعض طيب خليني بقى خليني أقول لحضرائك حاجة خليني أجاوب على سؤالك انت وكان سؤالك يا أستاذ أستاذ جيهان سؤالك نعمل ايه بص يا أستاذ جيهان أول حاجة حلقتنا النهاردة واضح أنها كانت مهمة بالنسبة لبنتك أنهم يتفوا على المعايير وما ضعتش المفرصة على فكرة يعودوا يتفوا على المعايير البنت لأنه مش متصور حاجة جيهان أن الزوج اللي عنده بنت لما يتجوز زوجة جديدة يعمل ايه يرمي بنته في الشارع غير متصور ده ولو هو تصور لو أنتو تصورته أنه يعمل كده مع بنته هيعمل كده مع أولاده لأنه مو برضو ممكن يروح يتجوز تاني بعد بنتك ويعمل كده مع أولاده فاحنا ما بنشجعهوش أنه يرمي بنته وأنا شويتين ثلاثة يعني متحفز شوية على أنك أنت تقولي على البنت السغيرة أنها ست مطلقة البنت بتمر بتمر بظرف استثنائي أن أبوها ومها نفصلوا فأنت لو بتسألين نعمل إيه نحتوي البنت دي ونعمل إيه ونحتوي الزوج دوت ونعود نتكلم معاه ونقول له أن احنا هنحتوي البنت دي لكن أنتو عايزين تاخدوا الزوج على أنه زوج ده زوج بنتك وبس لأ هو زوج بنتك وقبل البنت فأحنا لازم نعود ونتفق الحكاية دي محتاجة إدارة وعشان كده أنا شايف لو أنه بخله ده بقى جديد بعد الجواز فده بخل اسمه البخل العقابي حاجة اسمها البخل العقابي وهذا ليس تبريرا ولكنه تفسير كن زوجك بنتك بيبخل على بنتك ده حرام الراجل اللي يبخل بماله على أهله حرام وهو آسم ولذلك الشرع سمح للمرأة إذا كان جوزها ما بيدهاش اللي يكفيها إنه تأخذ ما يكفيها لكن هي مسألة مش كده مسألة نحن عايزين ندير الحالة دي بنتك لما تجاوزت زوجها اللي هو زوجها دلوقتي إيه اللي حاصل كانت عرفة إنه هو خارج من زواج وعنده بنت فتعالي ندير بقى المسألة اللي إحنا ما قدرناهاش نعود ونتكلم طب هو بيقعد دلوقتي ثلاثة أيام عندي أمه عشان يقعد مع بنته بياخد بنته في الاستضافة ويقعد مع بنت ليه بيقعد عندي والدته لإنه أنتو مش قابلين إن انتو تستضيفوا البنت دي في بيتكو لإن انت بتقول إن البنت اللي عفتلت ابتدائي بتعمل مشاكل ضخمة ليه طيب عشان هي حاسة إن هي بتتعامل مع وحدة غريبة عليها فالبنتك لو احتوتها إحنا خلصنا مشكلة كلها بيبقى الفلوس اللي بينفقها الزوج بنتك بينفقها في بيته والاستضافة هيستضفها في بيته فإيه اللي حاصل فده ممكن يحصل يحصل بس ده مش هيحصل بيكو منتو بس إحنا محتاجين نعمل إيه محتاجين ببساطة خالص 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 محتاجين ببساطة خالص 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 إيه محتاجين نروح لحد يساعدنا محتاجين إرشاد زواجي لأن الوضع ده واضح للزوج قادر يديره واضح للزوج بنتك قادر تديره فإحنا محتاجين لحكيم يدير حالته ومما الاتنين لأن الحالة اللي هم فيها دي حالة صعبة صعبة على الاتنين عندهم مفاهيم كتير مغلوطة عن جواز بعد جواز سابق إيه المفاهيم المغلوطة أنا زوجي ده بتاعي أنا الوحدي طب وبنته اللي عنده دي هيعمل فيها إيه الأمر التاني هو عنده أنا ما أقدرش أضيع بنتي أو أضيع أسرتك جديدة وضيع أسرتك وزوجتك وبنتك ما ينفعش اللي اتنين محتاجين يغيروا مفاهيم عندهم وعشان كده الحل يا أستاذ شهان إنهم يروحوا لإرشاد الزواجي عشان ينظم لهم علاقتهم ببعض إن علاقتهم محتاجة إعادة صياغة العلاقة دي العلاقة الزوجية اللي ما بين زوج بنتك وبنتك محتاجة إعادة صياغة كلها لإن كده إحنا ابتدينا ندخل في حالة اسمها حالة التعادي ابتدوا هيصنعوا العداوة ما بينهم ما بين بعض وده حلو إنه يتدخل حكيم يشيل فتيل العداوة ويحط لهم أشياء وإجراءات تسعيدهم على المواد ده والرحم يا سادة هنالنعارضة اتكلمنا عن مهارة مهمة قوي محتاجة لها الناس المقبلين على الزواج والناس المقبلين على تجديد الزواج مهارة اسمها مهارة تحديد المعايير الزوجية عن عيش حياتنا ازاي وإيه الضوابط وإيه المراجع اللي احنا ممكن نرجع لها وإيه ممكن يساعدنا على إن حياتنا تبقى ايسر أكيد بلا شك إن احنا نتكلم ونتحاور ونتشاور مع بعض أكيد كمان إن كل واحد فينا يتغاضى وكل واحد فينا يحاول بقدر الإمكان يصل إلى المشترك ما بينه وبين شريك حياته وكمان لو عندنا لابد يبقى عندنا حد من الخارج يدعمنا وقت الخلاف ونقدر نرجع له بس بشروط إن يكون بيحبنا يكون خايف على مصلحتنا مش يكون متحيز لحد فينا فيخلي البيت يشتعل لما يكون في خلاف احنا قادرين ببساطة خالص هنتخلص من ثلاثة أربعة مشكلتنا ويبقى حياتنا مليئة باليسر والبساطة لو إن احنا اتفقنا عناعمل إيه إزاي وإمتى لما نتفق على المعايير كل أمر صعب وبيبقى يسير تعالوا نتفق على المعايير وتعالوا نعيش حياتنا في عناية ورعاية ومنة الرب الكريم القدير يا رب جعلنا دايما في مددك وفضلك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر